موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مشاهدين الكرام الى تغطية خاصة بشأن ثورة تشرين واستمرار زخمها رغم كل اشكال القمع الحكومي والميليشيوي ضد هذا الحراك الشعبي عقب انتهاء مهلة الوطن التي منحها ثور تشرين للعملية السياسية بدأ المتظاهرون بخطوات تصعيدية سلمية رافضين اي محاولات للالتفاف والتسويف او اشغال البلاد بازمات خارجية كتلق الدعوة التي اطلقها مقتد الصدر من مقر اقامته في ايران من اجل الخروج في تظاهرة مليونية ضد الوجود الامريكي في العراق مشاهدين للحديث اكثر في هذه التغطية ينضم الينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي هلا بكم دكتور رافع وكذلك ينضم الينا عبر الهاتف من بغداد الناشط في التظاهرات السيد عادل علي اهلا بكم استاذ عادل طيب مشاهدين الكلام فاصلوا ونعوذ اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام اذا بدأت معك دكتور رافع بدعوة مقتد الصدر لمليونية يوم غدا الجمعة يقول ان الدعوة لهدف السيادة وكذلك محاربة الفساد كيف يمكن لهذه الدعوة ان تكون لهذه الاهداف وهل يمكن ان توضح لنا ما الذي يقصده مقتد الصدر بالسيادة ومحاربة الفساد بسم الله الرحمن الرحيم يعني واضح والسيادة مطلوبة للعراق لان العراق فاقد السيادة من عام 2003 لحد الان من الاحتلال لحد الان واضح ايضا ان العراق بلد الفساد الاول واخر تقرير للشفافية اللي صدر يوم امس تحدث عن العراق مرتبته 162 من بين 180 دولة من بين العشرين دولة الاكثر فسادا في العالم هذه حقيقة لكن يعني لكل حادث حديث لكل يعني ما تحدث مقتد الصدر عن الفساد تحدث عن السيادة اولا لا يدرك مقتد الصدر وجماعته كل العراقيين ان السيادة في العراق مفقودة من عام 2003 لحد الان ان العراق تعرض الاحتلال غاشم من 2003 وطلعوا العراقيين وقاوموا هذا الاحتلال ودفعوا ارواحهم ودماءهم ومتلكاتهم من اجل مقاومة هذا الاحتلال وظلوا مقاومين واتهموهم بالارهاب وقاتلوهم وكثير منهم لحد الان بالسجون الان يعانون من امراض ومن التعذيب ومن الاذا ومن اتهام بالارهاب واتهمين بالارهاب وكان كل القوى السياسية ومن ضمنها حتى مقتد الصدر اللي انتمل من عام 2005 لحد الان يسمون الجيش الاحتلال جيش تحرير يعني اندعك من فترة جمعت مقتد لظروف معينة وقفوا ضد الاحتلال وبعدين غير شكل حتى سلاح انباعه هذه هي الحقيقة نحن يعني لا ندعي على احد ولا يعني نريد النيل من احد هذا وقاع التاريخ اذا كان كذب خلي قلونا كذب خلي قلونا هذا لم يحصل الم يحصل انهم باعوا سلاحهم للامريكا الم يحصل انهم دخلوا العملية السياسية وارتضوا بهذه العملية السياسية التي اسستها امريكا الم يحصل انهم يدركون ان السيادة مفقودة من عام 2003 يعني السيادة الان حديث عن السيادة جاء بعد بعد ما قتل سليماني فقط هنا السيادة بدأت يعني تعذبهم وتحرك الدماء في ابدانهم لكي يثوروا ويطالبوا بالسيادة يعني قبل مقتل سليماني كانت السيادة العراقية كاملة وموجودة مع الامريكان موجودين الحد الفين وداعش قلتوا طلعوا وهم طلعوا من الباب ودخلوا من الشباك حقيقة ومقراتهم موجودة ومع عسكراتهم موجودة لم يخرجوا طلعوا العدد الاكبر منهم لكن بقت كل معداتهم كل وسميتهم مستشارين وسميتهم غير شكل ماشي وكل الاجوال العراقية مسيطر عليها امريكيا وكل التسليح امريكي وهو بلد احتلال وانتو تعرفون انه بلد احتلال وجاء ودمر العراق وجاب سياساته وحكمه بشكل مباشر عن طريق بول بريمر وبعدين اسس العملية السياسية وقبلها اسس مجلس الحكوم واستمرت القضية وكتب لكم حتى الدستور هذه الحقيقة هذا التاريخ هذا ليس نيل من احد هذا ليس استهزاء بقدرات احد ليس كذبا لكن هذا واقع التاريخ من يقول غير هذا ليخرج ويقول انه هذا لم يحصل والتاريخ مباشكي وشعب العراق كله شاهد عليه فالان نتكلم عن السيادة لان سليماني قتل والسيادة والسيادة منه مخترقها يعني يا بس امريكا مخترق السيادة ايران مخترق السيادة هذه ايران بميليشياتها بتعديها للعراق بتصريحاتها بوضع يدها يعني بيد المهم اللي صرحوا قالوا لو لا لو لا التعاون الايراني لم تستطع امريكا تحتل العراق ولا افغانستان ما هو دور الايراني كان كبير في احتلال افغانستان والعراق هذه تصريحات الايرانيين ليس تصريحات احد ليس من عندنا هذه القضية واضحة والكل يعرفه والشيطان الاصغر تعاونوا مع الشيطان الاكبر طوال هذه السنوات كانوا يتخادموا في العراق والسفارة الامريكية اكبر سفارة بالعالم في العراق وانتم تدركون هذه القضية وثائق المخابرات الايرانية سربتها نيويورك تايمز قالت بانه قاسم سليماني كان الحاكم الفعلي للعراق واضح هذا الحقيقة وبالتالي الامريكان يحكمون بالعراق وبولي بريمر سوى كتاب عاما قضيته في العراق اتهام كون بشت الاتهامات اتهم هالرد عليه احد هل قلته هذا كذب هل قلته هذا لم يحصل هذه نندعها جانبا وهذا موضوع السيادة فالان مطالبة بالسيادة وهل تستردد السيادة بهاي مظاهراتكم مطالبون بالسيادة ستستردد السيادة السيادة تسترد عندما تكون في العراق حكومة وطنية عندما تحقق مطالب الآن الشباب المتظاهرين الذين خرجوا من واحد عشرة لحد الآن وقدموا كل هذه التضحيات وهذه الدماء الزكية وهذا العذاب وهذا الصبر وهذه المعانات وهذه المطاولة هؤلاء اصحاب الثورة هؤلاء اذا ما تحققت مطالب ستتحقق السيادة لان انت تأتي بحكومة وطنية حكومة الوطنية اللي تأتي بالسيادة للتظاهرات مالتك راح تجيب السيادة ولا لو جبت الجنود الجيش العراقي كل هذا عندكم مليونين ونص جندي وحشد وميليشيات ومعرف منه وخلوهم على الحدود نشروهم على كل الحدود راح يجيبوا لكم السيادة والاستقلال ما القضية مو مو في الشكل هذه تحتاج الى حكومة وطنية من ضيع السيادة ضيعت هذه الحكومات من عام 2003 لحد الان من ضيع السيادة هي الحكومات اللاوطنية الحكومات الاجيرة لهذا الطرف اوذاك الحكومات اللا عراقية اللي سرقت وفزدت وخربت ودمرت هاي اللي ضيعت السيادة وضيعت الاستقلال مال العراق فبالتالي انت تعيد السيادة تعيد الاستقلال طريق واضح مو هذا الطريق مالك مو هذا الطريق كلا كلا أمريكي راي تعيد السيادة لا هذا ما يعاد هذا كذب على الناس جزئية الفساد أما جزئية الفساد فمقتد الصدر وجماعته من عام 2005 هم بالعملية السياسية هل ينقرون هذا؟ هذا واقع حال خلي قلونا لا عندهم وزراء عامين عندهم مكلاء وزارة عندهم كل شيء موظفين في كل الدرجات وتقاسموا التحاصص هذا من عام 2005 لحد الان هم لديهم في البرلمان واخر الان اخر برلمان هم لديهم 57 مارفش قد نائب وست وزراء ماذا سبع وزراء طيب اذا انتم والحكومات كل هذه متهمة بالفساد من اللي ضياء اذا انتم جزء من الفساد وكثير من اعضاكم اعضاء جماعة مقتدة التهموا بالفساد وزارات كاملة وماذا قدمت الوزارات التي كانوا عليها جماعة مقتدة ما انتم جزء من الفساد طيب شون تقف ضد الفساد ما انت اذا تقف ضد الفساد فيجب ان تدين نفسك ايضا تدين نفسك وجماعتك انا لا قصدك شخصيا اقصد هذا الكيان هذا المؤسسة اللي تتحدث بيها الصدريون ما عرف ايه ش تسميه سائرون ما ادري ش تسميه بس هي هذه هست متهمة بالفساد يعني هي منزهة عنها اذا كانت منزهة في ليش دخلت العملية السياسية ليش توقع بالعملية السياسية اذا كانت هذه العملية السياسية فازدة ليش يقبلون يكونون الطرف بيها لماذا يعطوها الشرعية ما انت اما ان تقبل بالشيء هذا السيء وتكون جزء من عنده او لا تقبل به حتى لا تعطيه شرعية لان انت جزء من عنده وتتحدث عنه تشتمه هذا غريب هذا التناقض بعينه فانت جزء من هذا الفساد انت تقف بالتظاهرة ضد الفساد ما انت جزء من عنده اذا انت تظاهر ضد نفسك هل انت تتظاهر ضد نفسك الشعب العراقي يعرف منه الفازدين يعرف كل هذه العمليات السياسية وكل اعزابها وكل قواها من تأسست لحد الان من كتبوا هذا الدستور مالكوم كسيع لحد الان هي تتقاسم المحاصلة تتقاسم المكاسب والشعب يعاني ويومية يتبعون عني ازمة نعم وازمات ازمات ازمات حياتية وسياسية واجتماعية واخلاقية وكل شيء نعم طيب الشعب علينا انتحمل والضيم هذا والقهر والان طالبون للشعب ان يقف معكم للطالبون بالسيادة والطالبون تقفون ضد الفساد هاي شون لماذا تغيرت الصيغة من كلا كلا امريكا الى السيادة ومحاربة الفساد ما هو هذه السيادة يقولون ان السيادة من نخرج امريكا جدت السيادة طيب ويران صحيح يعني هذه ما تخرج السيادة كاملة عندما تكون ايران ايران تعلن على لسان كل مسؤوليها انه بغداد عاصمة 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 الدولة الفارسية نعم وايران تمنع عنا ان نقيم زراعة ان نقيم صناعة وميليشياتها صحيح وميليشياتها تقتل يعني واحد يكتب يقول ايران لم تفجر ولم ته شو ما تفجر شو ما تقتل ايران اذا اكو احد ذبح الشعب العراقي هي ايران نعم كل كل مشروع هيقوم على على حساب العراق كل مصايب كل مصايب اللي بالعراق كلها من ايران وهذا ما لا علاقة بمذهب وما لا علاقة بالقضية انت تتحدث سياسة وتحدث وطن وتحدث حدود وتحدث حقوق هذه ما لا علاقة بمذهبك وما ما شون علاقة مذهبك اخوة المذهب لا تمنع اخوة الوطن انت هو اخوة الوطن اساسا انت تتحدث بخوة الوطن انت وين رايح نعم يعني مثل الشيوعين اللي كانوا قبل شوني بالاممية والعافرة للقارات والمعارشينية وبالتالي انهارت تجربتهم هذه الكسيحة السيئة طوال هذه لا يمكن القبول بهذا الموضوع هذا الموضوع لا يقبل ابدا يعني اتحاد السوفيتي انهار وانتهت وتجربتها راحت والان انت تريد تعيد لي تجربة ايران بالاخوة هذه لا ترى لا يمكن قبولها اولا نبحث عن اخوة الوطن وطنك هذا اخوك بالوطن اللي يعاني من الفقر من الامية من الامراض من الاذا من السوء من الخراب من الفساد وكل مخرجات العملية السياسية وانت جزء من العملية السياسية وتقول لي راح تظاهر ضد الفساد اذا انت تظاهر ضد نفسك هل هو هذا المنطق خلي قولي انا انت تظاهر ضد نفسي وذاك الوقت الناس تعرف الوضعية اما انت تظاهر ضد الفساد وانت مو جزء من عنده هذه غريبة شلون خلي فسريني اياها وهي السيادة شلون خلي فسريني اياها ساعدوا ليك بعد قليل دكتور ننتقل السيد عادل علي سيد عادل موجود يبدو ان السيد عادل علي غير جاهز معنا دكتور قيس الخاز علي ايد مباشرة الدعوات التي اطلقها مقتد الصدر ودعا ان تكون تظاهرات غد نسخة من ثورة العشرين ما الذي يعرفه عن ثورة العشرين ما هو هذا الاجتماع الذي عقد في قوم الميليشيات هذه التي دعالها فصائل المقاومة اي مقاومة من من هذه. يعني قاومة من. خلي يقولون قاومة من. شون فصائل المقاومة. يقولون فصائل المقاوما الإسلامية من قاومة هذه. يعني يا مقاومة خلي قلونا مقاومة الشعب. تخطط في الناس. وتذبح وبيامر وقاتلت داعش وقاتلت يا شتوا حاسبت من أوليدخل داعش. والياشجة داعش واشلون دخل داعش. وشنو الأسباب اللي خلت هاي البيئة تتوفر ليكون داعش بالعراق هذا الارهاب من نمى وكبر بالعراق شنو الأسباب ما أنت يجب أن تذهب إلى المسببات يجب أن تذهب إلى الجذور شنو اللي يخلى الارهاب يصير بالعراق العراق ما بيارهاب شنو اللي يخلى الارهاب العراق موطن للارهاب ما هي هذه أنت تبحث عن البيئة والمناخ والأرضية اللي يتوفر فيها الارهاب وليصدار الارهاب ومن المسؤول عنه ذاك الوقت ليس المسؤولين عن نور المالكي وغير نور المالكي قاعدين صفطون حتي وينظروه وقاعدين بقصور وحمايات لديه من تركض وراء الناس أنت داعش يجيبه ذبه بالشسمة يعني مثل أبو القضالة على يقعد ويمثل الأمم المتحدة يقول له إحنا دا نعد الآن ملفات إحنا ماضين في قضية ملفات داعش وكذا وملفات عن جرائم داعش ماشي جرائم داعش امشوا به والجرائم اللي ارتكبت الحكومات هذي والميليشيات هاي الستمائة أنتو تقولون ستمائة شهيد من الشباب هاي مجرائم هذي ما بيها ملفات القضاء هذول الستة وعشرين سبعة وعشرين ألف جريح وشهيد من العراقين ذول ما بيهم ملفات ذول اللي انخطفون ماكوا ملفات ذول يتعذبون ما بيها ملفات هذا الشعب هذا الفساد كله والخراب هذا اللي حل بالعراق هذا ما بيه ملفات ما هاي القضية غريبة عجيبة الآن يجينا قسر الخزعلي اللي يتحدث عن انها ثورة الثورة العشرين ثورة عراقيين لا كانت بيها لا سنة ولا شيعة ولا كان بيها رؤى من هذه اللي انتشوفها ولا كانت ايران تسندها ولا اي دولة تسندها عراقيين بارادتهم الحرة بارادة وطنية بارادة خالصة لله تعاونوا فيما بيناتهم وقاوموا واعتها دولة في ذلك الوقت كانت بريطانيا هي الدولة رقم واحد بالعالم في ذلك الوقت هذا الحجي 1920 في بداية القرن فكانت امريكا ليست هي القوة الرقم واحد كانت بريطانيا التي لا تغرب عنها الشمس كانت معسكرات يعني ما تغزوه بالعالم يعني تشرق عليه الشمس في كل الدنيا مستعمراتها في كل الدنيا فبالتالي انت قاوموا هذه الدولة اللي احتلت العراق وقاوموها بأسلحة قليلة جدا بأسلحة بدائية وهي دولة متسلحة بالطائرة واسقطوا داعش طائرة وكلفوا بريطانيا في ذاك الوقت 40 مليون جنيه استرليني اكثر مرتين من تخصيصاتهم لاحتلال العراق كله يعني اكثر مرتين لحملتهم كلها خسروا الهمية 40 مليون الحد اللي جعل مجلس اللوردات في بريطانيا يطالب الحكومة البريطانية بالخروج من العراق ولولا تلك لما شكلت حكومة عراقية واضطروا البريطانيين يحكم العراق من خلف من خلف يعني حواجز معينة بشكل مباشر كانوا يريدون يحكمون العراق هذه وين وانت تتعاون مع ايران لتنفيذ مشروع ايران وتحكي لي عن ثورة العشرين ثورة العشرين وثورة ايرانية ثورة عراقية منطلقاتها عراقية اهدافها عراقية فكرها عراقي نفسها عراقي وخالص لوجه الله هذه حقيقة فلا تقارن هاي بهاي وذيش العراقيين تعاونوا بنفس طيب وبقلب طيب وبصدور مفتوحة لمواجهة غازي هذا الغازي كان موجود من الفين وثلاثة لغاية الان موجود عندكم ليش كنتوا تسمون المقاومين ارهابي لماذا تصفوهم بالارهاب من رحت للموصل وش حتشية انت يا خز علي موقعون ذولا احفاد احفاد ماعرف منه قتلت الحسين وراحين نقتلهم لهل الموصل لانا احفاد قتلت الحسين ما انت جزء من اللي اثاره الطائفية واثاره الفكر المخرب للعراق والدمار للعراق هذا الشعب الجميل الشعب الحلو المتاخلية نفسه مصطالح قAmerican خربت نفسيته خربت عقله الآن طالبوني العراقيين ووقفونا ياكم ثورة العشرين اي ثورة العشرين انت ماذا تعرف عن ثورة العشرين انت جابك علي ثورتонецى مين تعرف ثورة العشرين انت ثورة العشرين هذه منطلقات ثورة العشرين مو ايرانية مو بفكر خارجي يحركك ويقول لك روح سوي فلان شي لأنه عدها خصومة بيانها وامريكا وعدهم صراع بياناتهم يريدون وصلون هذا الصراع إلى نقطة معينة حتى يتفاوضون بيها وعلى حساب العراقيين والعراق والعراقين يدفعون الثمن هذه الحقيقة هذا الفرق الفرق الكبير تاريخ لنشتزئ احداث من التاريخ ونجي نقول عنها هي هاي اللي نحن نطبقها الان هذه ما تنطبق على الواقع الان الحقيقة دكتور لماذا توحدت كل القيادات الميليشيوية رغم الصراع الذي كان بينهم ومقتد الصدر كان يصفهم بالميليشيات الوقحة الان كلهم تحت مظلة واحدة في سبيل الوقوف امام الشعب هذا التوحد الذي نراه بين هذه الميليشيات هذا اللاعب الاساسي اللي يحرك كل هذه الميليشيات المملوكة له يعني انت تبحث عن المالك المالك اراد هكذا فالمالك ايران ارادت هكذا لانه هي ادواتها في للدفاع عن مشروحها وساحة العراق ساحة للدفاع عن مشروحها لحروبها هي لا تدافع داخل ارضها تدافع عن العراق لاحظ حتى من قصفة قال تريد لاحظ حتى خامن امن يقول نريد اخراج القوات الامريكية من العراق لماذا لا يقول مثلا اخراج القوات الامريكية من افغانستان ما القوات الامريكية في افغانستان موجودة موجودة في 42 قاعدة موجودة دائر مدائر ايران لماذا لا تحدث عنها ليش بس بالعراق يتحدث عن العراق لان العراق يعتبرونه ايرانيا ارضا ايرانية stoked ارض لمعركتهم هذه الحقيقة وهذه الميليشيات ما تدير هذه المعركة هذه الأدوات هذه الحقيقة هذا اللعب بالألفى هذا ما delayed يقنع احد الشعب وواحي وهذا ما لا علاقة وهذا ما لا علاقة هذا ما لا علاقة behala بسنة بشيعة بقه كراد وعرب هذا ما لا علاقة هذا الحديث حديث عراق عراق صرف ما لا علاقة هذا مصالح العراق وذولة اللي خرجوا اللي خرجوا ذول الشباب الحلوين اللي واجهتوهم بالرصاص اللي حد لا تواجهوهم بالرصاص والقتل والتنكيل والاعتقالات والادي السفارات وغيرها ويدزلهم الخزعة يدزلهم ميليشياته تخش عليهم القراج السنك تذبحهم والخال مر من هنا هذه الكلمات هذول ولد العراق ذول ابناء العراق فعلا وذول اللي فكرهم نظيف وذول أنا مردح أتكلم بهذا الكلام أقول شيعة وسنة ذول من الحاضن اللي أنت كنتم تعتقدون أنه تناصركم لكن ما عندهم هذا النفس غذيتوا هذا النفس 19 سنة لكن طلع هذا الجيل جيل نقي جيل وطني جيل به عناد مفجع لكم به عناد مدهش لنا عناد مفرح لكل العراقيين من أجل أن يسترجعون وطنهم هؤلاء لا يرضونكم لا يعني لا تقبلون عنهم لذلك سميتوهم أولاد السفارات مدعومين معرف منيا أنت أولاد السفارات يعني السفارة الإيرانية موسفارة لهذه السفارة عراقية يعني تتحكم بينا مثل ما تشاء ما هذا الكلام يجب أن لا يلقى على أواهنه الشعب العراقي شعب واعي شعب ذكي الآن استمع إلى ذول الشباب الصغار الحلوين اللي الفياض يقول عليهم هم يعرفوا نسؤون جملتين استمع إلى كلامهم دروس بالسياسة وبالمجتمع وبالأخلاق وبالتربية وبالعراقية أهم شيء دروس بالعراقية بالوطنية العراقية شون يتحدثون وشون فهمهم وشون هؤلاء فهمين الأمور وعارفون الصورة والرائحة وين العراق رايح وين يصير به فبالتالي يفهمون هذا الحديث يفهمون الإشارات الواضحة ويعرفون ويشخصون كل شيء فأنت لا تتعامل مع شعب غبي حشر العراقيين هذا الشعب من أذكى شعوب الدنيا بل هو أذكى شعوب الدنيا وهو أكثرهم براعة وأكثرهم قدرة على الفن والإحياء والحياة وتمسك بالحياة هؤلاء الشباب اللي يضحون ذولا مو مستهترين بحياتهم البعض يقول أن هذا استهتر بالحياة لا والله يتمسك بالحياة هؤلاء يحبون الحياة لكن حبهم للحياة يخلهم يموتون من أجل الحياة لأن وصلوهم إلى حالة إما أن يأخذ الحياة أو يضحي من أجلها فقرروا أن يضحوا من أجل أن يسترجعوا الحياة والحياة تعدهم من العراق هذا المنطق لي مو منطق خزعلي ومنطق هذا تظاهرات وميليشيات تلتم وإيران تقول له الهروع هذا لن تقبل إلا أن يقبل هذا دكتور سعود إليك بعد قليل مشاهدين الكرام نود أن نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث ما دكتور رافع الفلاحي حول الأحداث والتطورات الجارية الآن على الساحة العراقية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مشاهدين الكرام في هذه التغطية الخاصة نكرر التحية مرة أخرى للدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي نبك دكتور عبد الكريم خلافة المتحدث باسم رئيس الوزراء يقول لا شهداء في هذه الثورة أو لا شهداء على الأقل سقطوا في الأيام القليلة الماضية على من يحاول أن يخدع ومن يحاول أن يخدع هذا جزء من كذب حكومة كاملة من كذب عملية سياسية كاملة من عام 2003 إلى حد الآن تكذب على الشعب يعني وصلت للحال الآن الشعب هي هذه الثورة عندما خرجت لماذا؟ واحد من أهم النقاط التي دفعت بالشعب العراقي أنه فقد الثقة فقد الثقة كاملة بهذه الطبقة السياسية لذلك خرج الآن هاي وسائل إعلامهم متابعة للحكومة يعني حتى من تذكر النشرة الجوية العراقيين مستطيعون يعني حتى من تقول درجة الحرارة الآن 15 العراقيين يقولون نكذب 30 صحيح 40 حقيقة صحيح لأنه ما لهم ثقة بيهم ثقة ماكوا حتى بالصيف من يطلعون يقولون درجة الحرارة 50 يقولون كذب يكذبون نعم درجة الحرارة يقولون هم 45 و لكن درجة الحرارة 60 فقدت الثقة ثقة ماكوا هذا جزء من بالدراسات الاجتماعية دراسات سيكولوجية تعرف أنه الشعب كله فقد الثقة بهذه الحكومة ما عنده ثقة لا بإعلامها ولا الدنيا الناس ثلاثة شهر و دفعت هذه التضحيات والدماء و عوائل كاملة سلبت منها أبناء وهذا الشباب الجميل الحلو و ناس أكوا ناس بالتحرير و بغير ساحات التحرير بكل المحافظات العراقية صار لهم شهرين و ثلاثة مراحلين لبيوتهم لو بيوتهم مراقبة يخافوني و وصلوني لها لأنه و مريدوني يضحوني مكانهم لو هي الثورة محتاجتهم أن يكونون في هذا المكان فبقوا بهذا المكان و تاركين أهلهم و قسم منهم متزوجين و تاركين زوجاتهم و أولادهم و قسم تاركين أمهاتهم و أباءهم و استشهدوا ذلك و لا حق يودعون لا أم ولا أب ولا أخ ولا طفل ذلك يعني برقبة من هذه دماؤهم و يتحدث الآن لم يسقط ما الكذب من البداية و يجب أن نستعيد ذاكرة العراقين ليست مخرومة ذاكرة العراقين صاحية قالوا للناس هذه البطاقة التموينية راح نجيب لكم بها ستين مادة و راح نجيب لكم ما أعرف منه للحد اللي ناس قامت تتندر بالبطاقة التموينية راح يجيبوه لنا سيارة و الممزة و جزوجوه ما عنده بيت راح يطول بها الشكل كانوا يتحدثون و طلع البعض من عندهم بالانتخابات يقول اللي كل واحد وهذا ربيعي هلم يخرج الربيعي هذا واحد من دهاقنتهم قال اللي ما متزوجين زوجة اللي ما عنده راتب ننطي حتى الطفل اللي عمره مدري خمسة ازنين نطي راتب اللي مدري شنو اللي ما عنده قطعة أرض وين هاي وين هذا كل الكلب شقد وعود قالوا بالانتخابات هذي كل جزء منه الآن يجيبوه لنا واحد مثل هذا حتى يكذب على العراقين لا ما كون مقتول ليش العراقين ما عنده معيون ليش هذه ما هذه الصورة وثيقة والأفلام وثيقة والناس وثيقة والعالم ده شوف انت تريد تعمي الناس وتريد تسلبهم عقولهم وعيونهم وبصيرتهم وأنت يجب أن يصدقوك شون يصدقوك وأنت تلعب على كل الحبال وأنت سالبهم حياتهم وسالبهم أموالهم سالبهم كرامتهم حياتهم وكل شيء مانع عنهم التعليم الجيد ومانع عنهم التطبيب الجيد ومانع عنهم الخدمات ومانع عنهم كل شيء بالدنيا وبالتالي محول بلدهم إلى مقبرة إلى مقبرة كبيرة متحول إلى العراق مع الأسف هذا العراق الجميل الحلو تحول إلى مقبرة كبيرة فقط نودع هذه الشباب نودع الكل أعمار الناس قلت الحياة أصعب الهموم زادت الحياة من أصعب ما يمكن في البلدان وأنت الآن تريد تحدث عن أنه لا من قتل أحد لأن الذول يضربون وما يضربون يعني هذه الأفلام التي تطلعها سينما الناس تتمثل بهوليوود يعني مين همين جبتها أنت مال هذول يضربون يضرب يضرب هذا الميليشياوي اللي يسموه شرطي جندي ما أعرف شي يسموه بس هو ميليشياوي عصابه لأنه يضرب ويقتل ومو عراقي أبداً مو عراقي لأنه العراقي ما يسويها يقتل الأخوه العراقي يرقص صحيح يرقص لأنه قتل عراقي حياة هذه البطولة وطلعت أفلام يركض وراء وذي ينزل من عندك يضربه ومن تحت شوية ويضربونه بالإحجاب يضربوك بالإحجاب تضربوهم بالرصاص بالرصاص الحيوة تقتلهم مو ذولة هذا ابنك وبن جيرانك وبن أختك وبن أخوك وبن عمك وبن بلدك ودم دمك وإنت وياه مصير واحد وحياة واحدة شو أنت قتله أنت هذا المو عراقي لا يمكن أن تقنعني أنه هذا اللي يقتل عراقي عنده أوامر من من؟ ما كانت الأوامر أضرب بالهوة لتضرب على العراقيين ذولة أهلك وناسك ذب الإسلاحك شو رح يسو لك؟ يقتلوك بس رب العالمين وحدا لي يأخذ الروح ما شو رح يسو لك؟ أكثر من الموت ما أنت تقتل الناس وباتش دعوك توقف يوم رب العالمين يحاسبك على هذه هذه الجريمة الكبيرة شو رح تقول رب العالمين؟ هذه قضية لا تقبل كيف عراقي يقتل العراقيين بهذه الطريقة لأنه يطالبونه بوطنهم يطالبونه بحريتهم يطالبونه بب أنت تدافع عن عملية سياسية؟ يقف رئيس أركان الجيش نحن وزارة الدفاع المؤسسة الأمنية نحن لحماية العملية السياسية والنظام السياسي أي عملية سياسية؟ صحيح أهب عليك وعيب على هذه الرتبة اللي شايلها شنو عملية سياسية اللي تدافع عنها؟ أنت جيش الوطن لو جيش السلطة أنت دافع عن السلطة؟ إذن أنت جيش السلطة روح للسلطة هذا الشعب ما لا علاقة بك إذن أنت عدوه للشعب أنت عدوه للشعب هذا الشعب كله طالع بالشارع أهل الناصرية وأهل البصرة وأهل الإعمارة والمثنة والكوت وكلهم والبغداد أنت عدوهم لأنه عندك جيش وعندك إسلاح وعندك كذا وتطلع لهم هم مسلميين تقتلهم أود تدافع عن عملية سياسية تدافع عن شيء شنو اللي تدافع عنه؟ عملية سياسية أصباطعة السنة تريليون دولار بددت زادت العراق خراب هذه شفافة فيها آخر شيء وكننا نتحدث قبل شيء قبل قليل ترتيب العراق 162 بين 180 دولة من أكثر 20 دولة فسادة في العالم هذا من اللي وصل الشعب العراقي ذول الشباب الأصغر يسموهم ولد السفارات طيب دكتور برهم برهم صالح برهم صالح ودونالد ترامب التقيا على همش مؤتمر دافس عدد من فصائل الميليشيات قالت لن يسمح له بالعودة إلى بغداد كيف تدار الدولة؟ ما هذا جزء من هدها أنتوا تتحدثون عن دولة أساسنا دولة ديمقراطية حرة دولة جديدة وسميتوا العراق الجديد العراق الجديد شنو مواصفات العراق الجديد؟ من تسألهم كنا يقولون ديمقراطي حر موفور الكرامة المواطن به موفور الحرية فصل بين السلطات احترام للسلطات احترام لهيبة الدولة وهكذا طيب إذا الميليشيات تهدد رئيس الجمهورية ويسموه حامي الدستور وانت تهدد بهذه الطريقة وتقول لها ما ترجع للعراق لأنه انت انفصالي انت ما عرف منه طيب انت هسا عرفته انفصالي وهو ضدك لأنه قابل ترامب ما انت ترامب طول الوقت شانوا اياك زيما انت قاتلت تحت ما ظلت ترامب وطائرات ترامب بالموصل والانبار وصلاح الدين وبكل مكان ما انت قاتلت؟ نعم وهذا ابو مهدي المهندس اللي انقتل وشان يقول من توقف عندنا نخابر جماعتنا نعم الامريكان ونقول لهم وجوه اضحك هذه الحقيقة الآن يعني لذلك انا يقول ذاكرت العراقين حية انتوا على من تكذبون نعم هذا الكذب وهذا اللعب هذا ما يرهم شوفونا كذبة ما نعرفها تقنع الناس ممكن تمشوها لكن هذا الكذب شعب العراق واعي روحوا كذبوا على غير شعب ربما يصدقكم ربما يقبل بطروحاتكم ربما لا يعرف هذه القصة لكن الشعب العراق هذا الشعب اولا من ذلك شعوب الدنيا حتى الامي اللي بيه حتى الذي لا يقرأ ولا يكتب الامي هذا هو اكثر فهما ووعيا وادراكا من اي واحد بالدنيا حقيقة فالله هذا البسيط اللي بالجنوب بالشمال وانما كان الراعي فاهم الامور يعرف حدوده ويعرف شكه تحت اقدامه وبصره وين يروح وين يروح فيعرف الحاضر والمستقبل ويعرف ويقرأ الماضي جيدا ويعرف حدوده ويعرف حدود الله هذا العراقي العراقي إنسان بسيط نعم لكن عقله كبير طيب القلب وطيب السريرة ونظيف السريرة هذا العراقي وتتعاملون مع اي شعب ان يثيروه يثيرون مشاعره بفكر طائفي نعم حصل لكن وصل إلى حالة وعاه خلص انتهت هذه القضية هذه اللعبة انتهت هذه اللعبة اللي ضيعنا بها دماء ولي ضيعنا بها أيام وليالي وفترة طويلة انتهت نعم تريدون تلعبون نفس اللعبة انتم خسرانين تريدون تلعبون على الشعب العراقي خسراني تريدون ترهنون على عقلية الشعب العراقي خسراني عقلية الشعب العراقي وإدراكه واعية أكبر منكم بكثير فبالتالي رئيس جمهورية يلتقي ورئيس جمهورية أخرى أنت لا تحترمه ولا تعتبره شيء وانت سميه حامي الدستور وتقول تهدده إذن هي دولة ميليشيات لا دولة مؤسسات لا تحكي لي بعض بالمؤسسات ولا حد يحكي لي بالوطنية والمعرفونية والعراقية هذا ما العلاقة أنتوا ميليشيات عصابات ودولة عصابات تديرها وعلى العالم أن يدرك هذا العالم الذي يدعمكم عليه أن يدرك أن هذه التجربة تجربة من أسوأ التجارب بالدنيا تجربة لعصابات تحكم شعب وبالتالي لا يمكن البقاء هذه التجربة على قيد الحياة يجب التزال دكتور سأعود إليك بعد قليل ينضم إلينا الآن الإعلامي علي القاسم من العاصمة بغداد وهو مشارك في التظاهرات أيضا أهلا بكم سيد علي أهلا وسهلا بسهلا بداية كيف ترى رغبة الثوار وتمسكهم بتحقيق أهداف ثورة تشرين من خلال الفعاليات التي ينظمونها بعد انتهاء المهلة التي أعطوها للحكومة بالبداية أنه إحنا كثوار بساحة التحرير متمسكين بمطالبنا وصامدين بالنسبة للتصعيد أنه قاعد نصاعد بالتصعيد السلمي بسوح الاحتجاج بعموم العراق طبعا نصاعد التصعيد السلمي وهذه المطالب الأربعة ما ممكن للمحتجيع بسوح الاحتجاج بعموم العراق أن يتنازلوا عن أي أحد من هذه المطالب الأربعة سيد علي المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلفي يقول ماكو شهداء يعني أنتو لما تسمعون هكذا تصريحات من من يمثلون الحكومة وانتو دا تشوفون أمام عيونكم الدم اللي دا يسيل بالشوارع اللي ينهار ما هي ردة فعلكم على هكذا تصريحات تخرج من السلطة؟ هذه الأقاويل طبعا أنا طبعا أتمنى أن الحلقة هذه يشوفها عبد الكريم طبعا عبد الكريم إذا تذكر فيها تذكرني بالصحاب وزير الإعلام العراقي السابق بالنظام البائد طبعا هنا الإعلام نعرف الإعلام المغرض والإعلام الحر نعرف كإعلاميين أو كمتظاهرين واعين بسوحة الاحتجاج أنه ما ممكن نتجاهل هاي الشغلات نتجاهلة أصلا ما خلينا بالحسبان إحنا نعرف إيش قاعد نتحرك وسبق وأنه أنا التقيت بقناتك وقلت لهم قلت لهم سوف يفاجئ شباب السائر سوف يفاجئ الدول الإقليمية والحكومة العراقية المتمثلة بالسلطة العراقية سوف يفاجئهم بالتحركات والتحضيرات والتخطيط والخطط والبرامج اللي عادينها الساحة للإحتجاب سيد علي مقتد الصدر دعا إلى مظاهرات يوم غد الجمعة تحت مسمى السيادة وكذلك محاربة الفساد يعني خرج بيان اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة إشرين ورفضت هذه الدعوة وقالت هذه الدعوة مسيسة كيف تنظرون أنتم المتظاهرون إلى هذه الدعوات التي تخرج بوقت جاءت مباشرة بعد استداف قاسم سليماني أستاذ العزيز أنه إحنا من خرجنا خرجنا على السيادة العراقية حصرا أنه خرجنا على أنه نكون ننتشي للعراق من السيادة الإقليمية من السياسة الإقليمية التي تتحكم به بداخل العراق خرجنا أنه بعد ما ضاعت هوية الوطن خرجنا لإرجاع السيادة العراقية فهذا المطلب هذا جبب خرجنا فأما بالنسبة للسماح السيد مقتدى الصدر مقتدى الصدر إحنا كمتظاهرين نباوع سوح الإحتجاج بالعراقية ملك الشعب كائم من يكون كائم من يكون يجي إلى حق يظهر إلى حق يحتاج إحنا كديمقراطيين نتمتع بالرأي والرأي الآخر ونحترم الرأي الآخر سوح الإحتجاج مو ملكنا كمتظاهرين بينما هي ملك الشعب العراقي أجمع ومقتدى الصدر طبعا عنده ناس وعنده شريحة واسعة من المجتمع العراقي فإن كانهم أنه يظاهرون ويعبرون عن رأيهم سواء ومع العلم أنه كرأي مقتدى الصدر بالتظاهر المليونية هو يخدم يخدم الثورة بس من باب آخر سيد علي سؤال بس أسأل حضرتك قلنا أن ثورة تشرين اللجنة المنظمة التي تخرج منها كل البيانات التي تعبر عن الرأي المجمع للمتظاهرين رفض هذه المظاهرة ووصفها بأنها مسيسة يعني كيف يمكن بعد أن رفضت من المتظاهرين أن يقال عنها أنها ممكن أن تخدم الثورة حتى لو من باب آخر صديقي العزيز أستاذ العزيز أنه فن السياسة هو فن التمكن اليوم أنا مكان ما أفتح لي كمتظاهر مكان ما أفتح لي أربع جهات للحرب أنه أنا أصادق جهة معينة لأنه تتوافق ويمصالحي وتتوافق وإهدافي بالنسبة للمقتدى الصدر هنا لدينا خطوط كمتظاهرين كمعتصمين رسوح الاحتجاج وهو هم عنده خطوط باحتجاجها المليونية اللي دعا لها بس أنه مهما يكون ما نسبب استنزاف أو استنفار بين جماعة السيد مقتدى والتبارة اللي دعا لها والمعتصمين في ساحة الاحتجاج هذا أنه إذا فتحنا فتصغرة أنه تسبب تلبية اتجاه صدر سيد علي بالوقت اللي حضرتك تتكلم معي بالوقت اللي حضرتك تتكلم معي بهذه النقطة وأكد لك أن هناك بيانات أيضا خرجت تقول بأنه أنصار مقتدى الصدر دخلوا إلى خيام المعتصمين وقاموا بتهديد المتظاهرين العراقيين بأنهم يجب أن يخلوا الساحات يوم الرابع والعشرين من هذا الشهر بسبب قدوم مظاهرات مقتدى الصدر لو كانت فيها أي نوع من أنواع التلاقي لما حصل ما حصل وهناك مظاهرات مضادة من العراقيين لرفض الدعوات التي أطلقها مقتدى الصدر أشكرك سيد علي القاسم كنت مانا من بغداد دكتور هل يمكن أن تتلاقي المظاهرتين؟ الحقيقة الرجل لا يتحدث بهذا ربما التعبير خانه هو يريد أن يقول أننا لا نريد أن ندخل في صراع مع هذه الأطراف وهذا من حقهم وهذا صحيح يعني لا يريدون أن يلتعلموا بهذه الأطراف في صراع تريده السلطة وتريده العملية السياسة وتريده أحساب السلطة تريد لهذه التظاهرات أن تدخل في صراع جانبي وهذا الصراع الجانبي يكلف أنا في السعب هؤلاء أذكياء هو يريد أن يقول هذا ليذهبوا وينادوا ما ينادون بعيدا عننا نحن لدينا أهدافنا هذا الذي قال الرجل غير يعني ليس خاطئ لم يخطئ أفدا قال أنه إحنا لدينا أهدافنا وإحنا ذاهبين إلى أهدافنا والشعب مقتنع بنا الآخرين لديهم أهدافهم يريدوني وإحنا جموقراطيين خلي يظاهرون لكن من يلتحمونه إيانا ليصطدمونه إيانا ومن يريد أن نصطدموا إياها وهذا حق ونحن من هنا أيضا ندعوهم لكي لا يصطدموا لأن الأصطدام أولا رح تنزل به دماء عراقية ما ما كانت وإحنا مريدها لهذه لأهل الدماء الصير وثاني جرف التظاهرات جرف الثورة رح يؤكل منهم عندما يسقط حتى ولو شهيد واحد هذا خسارة كبيرة يعني فبالتالي هم واعون هذا الوعي وعيهم الذي دلهم على هذا الطريق دلهم على أن يكونوا يعني على مسافة من هذه التظاهرة لتغرد هذه التظاهرة بما تريد والشعب العراقي يعرف الحقيقة ويعرف الثورة وين ويعرف أهداف الثورة فبالتالي هذي يستفشل السيادة واضحة وأنا ذلك تحدثت قلت الشعب العراقي يعرف شنو مفهوم السيادة يعني مفهوم السيادة مثل مفهوم الأمن بالعراق العراق مفقود الأمن وقتل وعصابات وخطف عندما يتحدثون مع رئيس الحكومة كان نوري المالكي والعبادي وغيره يزيدون عدد الشرطة والميليشيات المعرفشين بالشارع يستعرضون أكثر يعتقدون أنه أنه الأمن بزيادة أعداد أفراد الشرطة والميليشيات بالشارع والمسلحين والاستعراض بهذه الملابس والنظارات السوداء والسيارات المعرفشينية والأسلحة الغريبة عجيبة فعندما يستعرضون سيحققون الأمن مفهوم خاطئ الأمن عندما يحترم المواطن الدولة عندما تكون الدولة هيبة دول كثيرة بالعالم أغلب دول الدنيا أنت تدخلها وتخرجها تزورها لا ترى شرطة لا ترى واحد عسكري لكن الأمن مئة بالمئة والأمان مئة بالمئة لماذا؟ يعني لأن المواطن يحترم الدولة يحترم القانون عندما يكون هناك قوانين تطبق على الجميع القانون هو السيد عندما تكون الدولة معترم المواطن وترعى حقوقه المواطن أيضا يحترم هذه الدولة وعليه واجبات ينفذها للدولة هنا يتحقق الأمن هذا الأمن عندما يكون هناك تعليم جيد هناك قدمات جيدة صحة جيدة في كل شيء يكون احترام لهيبة الناس ولكرامات الناس وليفكرهم وليتفكيرهم ولمناطقهم وليبيوتهم وليجامعهم ولكنيستهم وليحسينيتهم هنا يتوفر الأمن الأمن ما يتوفر بهذا الشكل لذلك نفس الشيء السيادة ما توفر بعدد العسكر اللي عندك بتظاهر الصيح كلا كلا أمريكا بمعرف منه يوم السيادة تسمي يوم السيادة ما تنتج السيادة السيادة تجي بحكومة وطنية بمشروع وطني تخلي ناس وطنيين ومشروع وطني وزيل هاي كل هذا الخراب وزيل هاي الميليشيات هذا اللي تقول للرئيس الجمهورية يقول لها ما ترجع للعراق أنت لأنه قابلت يتحدد مسير تأذى مو دولة عندما تنهي نظام العصابات وتجيب حكومة وطنية ومشروع وطني يحترم العراقين ويحترم العراق قبل كل شيء ويحترم ثروات العراق والعالم كله يحترم هنا تتحقق السيادة المفاهيم خطأ فلذلك الثوار وهذا الذي يحدثك الآن رجل فاهم الوضعية يقول لك تصادم بيننا وبينهم ما مطلوب وهذا الصح يجر أن تبتعد عنهم خليه يعبرون لكن الشعب فاهم عارف شن السيادة عارف شن الحرية وعارف الثورة وين وعارف من اللي يحقق الثورة لو الشعب ضد هذه التظاهرة كان انتهت التظاهرة بس الشعب يمولها الشعب واقفوا إياها إذن مؤمن بفكرة هذه الثورة مضى البيت بالعراق ما واقفوا إياها هذه الثورة يجمعون مليون سموها مليونية يجمعون يجمعون مليون يعني يجمعون يطلعون تظاهرتهم وماذا بعد حققت السيادة وراها هذه التظاهرة قلت لأمريكا كلا كلا وهي انتهت أمريكا انتهت راحت هذا الكلام مو منطقي وقلتوا كلا للفساد وراح الفساد ما الفساد بكم من يقولون كلا انتو كلا لنفسكم تطلعون انتم من الدولة اطلعوا من الدولة إذن حققتوا لذلك يقول جزء من عندها يحققنا مطالبنا من يقولون ضد الفساد قل يطلعون من الفازدين لماذا والشعب فاسد لهم فازدين ما هم رح يطلعون وهذه أول مرة تطلع حكومة الظاهرة ضد الشعب ما هي تظاهرة هي رح تطلع هاي تظاهرة الحكومة بأحزابها وقواها وميليشياتها ضد الشعب رح يظاهرون ضد الشعب وهذه الحالة هذة بلد التناقضات هذة الحالة اللي أول مرة تحدث بالدنيا أن الحكومة السير مظاهرة ضد الشعب لأن الشعب عدة تظاهرة فيطلعون مظاهرة أخرى تظاهرة أخرى ضد الشعب بس هاي تظاهرة ضد الشعب رح تخسرهم كلش رح تخسرهم نفسهم وكرامتهم وهذه الهيبة اللي يدعوها وهذه الفخفخة والبهرجة والقوة اللي يدعوها وورد أن أقول أن أتباع حتى الصدر مقتدى الصدر ترى هم من العراقين الفقراء من الناس الطيبين كثير من عدهم ترى بساحة التحرير موجودين ناس فقراء حتى بالميليشيات كثير من عدهم ما ذهبوا إلى الميليشيات إلا بحثا عن وظيفة لأن البطالة والعوز والحاجة إلى الخبزة رحوا لهذه الميليشيات وذولا ينسحبون ما يبقون بيها لأنهم مؤمنين بيها مؤيمان عقائدي ذولا القادة المرتبطين بيران غير شكل ذولا فهذه القضية فبساحة التحرير تجد كثير من أتباع مقتدى الصدر يعرفون هذه الحقيقة ويعرفون أن الناس فقراءهم وناس مؤمنين بالعراق وبالثورة ومستقبلها وحياتها ويعرف أن هذه الثورة تدافع عنها تدافع عنها بالحاضر والمستقبل تدافع عنها إذا كان متزوج فتدافع عن حياته الأسرية ودافع عن أطفال القادمين واطفال الموجودين ودافع عن أمه وأبوه وبيئته وإذا بعدما متزوج فتدافع عن مستقبله إذا كان طالب تلميذ وتلميذه هي الدافع عنهم ودافع عن دراستهم والمريض الدافع عن صحته فهم يعرفون هذه الحقيقة يعرفون ويدركون لذلك هناك الآن فرز هذه الثورة يعني عندما خرجت فاجأت كثير من الناس وهذه حقيقة كثير من الناس كانوا لا يتوقعون أن تخرج هذا الشباب بهذا الشكل فاجأوا الناس لذلك الموجودين الآن بالساحات هؤلاء مدهشين يعني قيمة فكرية وقيمة إخلاقية وقيمة إنسانية وقيمة حراقية قبل كل شيء وبيهم من جماعة مقتدى وغيرهم وكذا لكن فكر يقود باتجاه آخر مظاهرة ترتبها إيران لصالح الحكومة ولصالحها يوم المرة تحدث وستنتهي شكرا جزيلا لك دكتور فالفلاح الكاتب والباحث السياسي معنا في الستوديو وشكر موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام لطيب المتابعة نلقاكم إن شاء الله في تغطيات أخرى إلى اللقاء اشتركوا في القناة